عايزة لك سؤال صعب والناس كلها عايزة تعرفوه سؤال خيري أهلاوة لزمالكاوي لا لا أنا معروف طبعا أنا أهلاوي جدا أنا وانت بنتخين بقى أنا أهلاوي جدا بس بحترم الزمالك جدا أنا بدون زمالك مفيش أهلي مفيش كرة أنا الناس تقولك فرقة وعندها فلوس وعندها حاجات كده الكرة هي الجماهير أينما توجد الجماهير توجد كرة فالكرة بيبقى لها طعب لما بتبقى فيه منافسة بين الأهل والزمالك هتبعد الزمالك وتجيب لي الجن الأزرق أنا بعد الأهلي والزمالك الإسماعيلي والمصري بشوف بعد كده والاتحاد اللي يبطع للمحافظات اللي لها جمهور بشوف غير كده احنا بدور شركات طبعا عايزة سؤال إلا بقيت أهلاوي إزاي يعني انت حدك منين أساسا أنا من منصور يعني كنت عايش في المنصور فطفولتك وشبابك لحد السنوية العامة لحد ما تنقلت الجماعية وكان أهلك كلهم أهلوية لا أبويا وأختي كانوا زمالكوي لا والله ده سر ده الوالد زمالكوي احنا عشرة كان أبويا وأختي هو أختي اللي زمالكوي أبويا ما كانتش باهتم بالكرة بس اهتم بالزمالك عشان أختي وحيدة في سطينة لا والله احنا كنا تمانية أهلوية واتنين زمالكوي بس بلدنا وإحنا أنا كنت بلعب كوروان صغير بلدنا كان فيها الأهل ومصغر يعني الفرقة بتاع البلد اسمها فريم الطاهر ده كان بنروح بنلعب في مراكز شباب وفي حاجات كده يعني البطولات انت عارفها دي لا احنا الأهلي وعندنا كان فيه لعب اسم محسن رشد شكل الخطيب ومربي شعره زيه وكان لعيد جامد جدا واد كرنس ومينية الناصر وكنا في الدورة درجة تانية يعني ايه فالده أهلية بشكل عام لا دي طلعت فطاحل وبتميل شوية للأهلي زي ما فيه محافظات كده بتميل للزمالك المحقق القناة يعني لسماعيدي ومسعيد وكده تميل للزمالك المنصورة المحلة اسكندرية شوية بيميلوا للأهلي